في البداية قبل ما ندخل في تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة كنت اتكلمت في آخر حلقة ليا يعني في موضوع مستفز بالنسبة ليا والناس كتيرة الموضوع مستفز بشكل كبير جدا وهو تدخل أولياء الأمور في الأمور الفنية لولاده واللي وصلت لمحاولات البعض ودول علشان أنا حرام مظلمش كل أولياء الأمور أنا أتكلم على أولياء الأمور بصفة عامة أنهم بيتدخلوا في الأمور الفنية لا في أولياء أمور كتير جدا عارفين دورهم اللي هو بيتمثل في تزليل كل العقبات توفير الجو المناسب لللاعب أو اللاعبة أنه هو يقدر يمارس الرياضة سواء بقى أنه الدروس الأكل الشرب النوم أن أنا أودي التمرين أن أنا أزبط له موعيده حاجات كلها بتكون شبه كده أن أنا أدعمه نفسيا وده مهم جدا جدا أوقات أولياء الأمور لما بيتدخلوا بشكل زيادة عن اللزوم على فكرة ده بيبقى ليه عامل سلبي على اللاعب وبيؤثر نفسيا عليه بشكل كبير جدا ولكن اللي إحنا بنتكلم عليهم دول أو اللي أنا بخطبهم النهاردة هم قلة قليلة مش كتير برضو علشان نكون منصفين يعني بيتدخلوا بقى في خطيارات مدربي المنتخبات لأبنائهم يعني هو عايز مدرب معين يكون هو اللي بيدرب ابنه في المنتخب ودي كارسة بكل معنى الكلمة يعني يعني لما أقول كارسة هنا أنا أتكلم في كارسة حقيقية لأن لما بتتكلم عن المنتخبات فأنت بتمثل مصر يمكن الأندية الموضوع ممكن نتكلم فيه وإنه إزاي جماعة بيحصل عندكم كده وإن إزاي الموضوع ماشي بالإسلوب ده أو بالطريقة دي وليه الأمر ممكن يتحكم في مصير مدرب ممكن يمشيه ممكن يطلع يخاطب الإدارة ويمشي مدرب لكن لما بتتكلم على منتخب يعني أنت بتتكلم على مصر فإيه التهريك ده إزاي وصلنا للموضوع ده انت قط الموضوع ده وتكلمنا فيه بشكل كبير وهفضل أتكلم فيه لأنه بصراحة أنا بشوف أنه غير مقبول تماما مرفوض نهائيا أنا النهاردة في بداية موسم لو بتتكلم على الأندية أنا في بداية موسم لازم يبقى حاطة سيستم لازم يبقى مش كل ولي أمر يطلع يشتكي مدرب فيبقى خلاص وده بيحصل في الأندية للأسف يعني أنه أنا النهاردة كل ولي أمر مش عاجبه ومدير فني لابنه فيطلع يشتكيه للإدارة فالإدارة للأسف ما بتنصفش المدرب بتنصف ولي الأمر فبالتالي المدرب بيبقى بر طيب بالنسبة للمنتخبات لو بتتكلم عن ناشئين أو الناشئات أنت بتربيل بعد كده أنت بتعد أبطال الأولمبيات مش شرط اللي جاية بس أنت بتعد أبطال للتارجت الأعظم بالنسبة لك وهو المدالية الأولمبية سواء على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية فالنهاردة لما نوصل لمرحلة وبالنسبة بقى المنتخبات الكبار بقى بيحصل ده إن احنا عندنا أولياء أمور بيتدخلوا أنا النهاردة عايز المدرب ده الإبني ولا بنتي؟ لا مش عايز المدرب ده الإبني ولا بنتي ده منتخب مصر واحدة إزاي وصلنا للمرحلة دي الدعم والمساندة للأسرة ليه طريق طريق واحد كده لازم نبقى عارفين وفاهمين أنت كولية أمر دورك إيه التزاماتك إيه حدودك إيه ما تخرجش كمان عن الطريق ده لأنك لو خرجت عن الطريق ده والحدود دي أنت بتضر ابنك نفسيا وفي استقبله وفي دراسته أنت بتضره بشكل كبير جدا بتشتت ذهنه كمان هو لما يبقى حاسس طول الوقت أنك في خلاف مع المزير الفني بيبقى نازل التمرين متوتر وأنا رياضية ولعبت وفاهمة فاهمة يعني إيه أنا أهلي كنت لما روح أشتكي مثلا أنا المدرب دايقني كان الكلام إنه لا روح ينزل الدرابي وهي دي الرياضة وما تعتبريش أن ليكي حد أو ليكي حد هيسندك أو ليكي حد هيقولك لا معلش طب خلاص أنا هتخنقلك مع المدرب لا طب خلاص أنا هتكلم رئيس الجهازي ما الشهولك أو الإدارة ما كانش فيه كلام ده خالص إحنا في مرحلة صعبة بتضر بالرياضة المصرية يعني أنا النهاردة ما بقاش موفر الدولة والقيادة السياسية والمسؤولين عن الرياضة المصرية بيزللوا كل العقبات بيبدأ يوفر كل الإمكانيات لكل اللاعبين سواء على مستوى العلعاب الفردية أو الجماعية من وهم صغيرين لحد منتخبات الرجال والسيدات ولكن بتلاقي بقى في النص تفاصيل صغيرة كده بوز الدنيا مدير فني خايف من ولية أمر فبيحاول يراضيه علشان عارف إنه لو طلع للإدارة هيمشيه بيراضيه على حساب مصلحة فرقة فرقة نادي أو على حساب مصلحة منتخب ولو ما عملش كده حتى لو هو مدرب كفأ هيبقى برقى لأن لو الإدارة يعني بتحب والي الأمر ده أو بتربطهم علاقة فهتلاقي إن بجده هيقفوا مع والي الأمر وده بتشوفه بشكل كبير جدا فخلاص إنت بتضر الفرقة فالمدرب عشان يرايح دماغه لا تفضل إنزل يلعب وخلاص مش مشكلة أنا مالي إنت طالب إن اللعيد ده يلعب ما أنا عايز برضو من الآخر الظروف صعبة عايز أحافظ على أكل عيشي فعمل إيه أنا هرايح الإدارة وهرايح عليه الأمر وهرايحكم كلكم وتمام وهبدأ إن انت انزل يا حبيبي أنتوا عايزين ده يلعب خليه يلعب في مدير فني تاني ما بيقبلش الوضع ده وبيبدأ إن هو خلاص بقى يقدم استقلته من نادي أو قول رادي أو قول رادي الإدارة تمشيه يعني بالنسبة للمنتخبات ده بيبقى صعب جدا جدا يعني لكن وسط اللي إحنا بنحكي فيه ده كله وعلى الجانب النفسي أنت بتبقى فاكر أن أنت كولية أمر لا أصلا أنا باخد حق ابني أصلا أنا بجد بشوف أولياء أمور مثلا في الألعاب الجماعية مثلا لو تتكلم على هنبول ولا حاجة لما تبقى يتفرج علاماته الولد بيبقى متشتت أو البنت متشتتة إن مامتها أو باباها بره بيقول لها ادخل شوت مثلا والمدرب بيتكلم في فكرة نلا مشوا الملعب عايزين نطبق خطة عايزين نلعب كفريق جماعي فإحنا بنتفرج على ده بجد ده بيخلي الولد متوتر نفسيا لا عارف يبدع ولا عارف يرضي المدرب ولا عارف يرضي أهله ولا عارف يلعب هو محطوط تحت ضغط غير طبيعي لكن وسط ده علشان ما نظلمش يعني فيه نمازج حقيقة فيه نمازج كويسة زي ما بتقول كده النمازج دي تستحق الإشادة دورهم كأولياء أمور كان فعال عارفين دورهم كمان ما انت لما بتتكلم وتقول كلمة دورهم كأولياء أمور الناس دي عارفة دورها أوله وآخره إيه دورهم كأولياء أمور في الجزء اللي يخصهم كان فعال في دعم ومسندة أبطالنا الرياضيين وهو ده الدعم الرياضي اللي احنا بنكون محتاجينه ومحتاجين نشوفه طول الوقت ومحتاجين ان احنا نتفرج على أولياء أمور بتدعم ولاتها نفسيا وعارفة الحاجات المطلوبة منها وبتعملها ما تبدأش تتدخل في الجزء الفني لأن ده بيودينا لكرسة غير طبيعية بالتأكيد واحنا عايزين بجد مواكبة يعني مع كل ما تشهده الرياضة المصرية من تطوير فيبقى وليها الأمور كمان كعنصر من المنظومة يكون بيقوم بدوره بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر